هل ستستخدم روسيا قنبلة القيصر النووية ضد أوكرانيا وكل من يقف معها؟ أعلان الدول الغربية عدة موافقتها على استخدام القوات الأوكرانية للأسلحة لضرب واستهداف مناطق داخل الأراضي الروسية ومن بعد أصبح السؤال هنا، ما هو الرد الروسي على الموافقة دي؟ بخلاف العمليات المستمرة ضد المواقع الأوكرانية وفجأة بيجي رد غير متوقع من نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيدف عبر حسابه الشخصي على تجليجرام اللي قال فيه مع الأسف، وليس تخويف أو خدعة نووية الصراع العسكري الراهم مع الغرب يتطور وفق أسوأ السيناريوهات الممكنة وهناك تصاعد مستمر في قوة أسلحة النيتو المستخدمة لذلك لا يمكن لأحد اليوم أن يستبعد انتقال الصراع إلى مرحلة المتقدمة من بعد الرد ده انتشرت فيديوهات كتير لقنبلة القيصر النووية اللي تم تصنفها على أنها أقوى قنبلة روسية نووية تم تصنعها وتفجيرها على الإطلاق قنبلة القيصر وفقاً للمعلومات تم اختبارها في عام 1961 في مواقع التجارب النووية سوخوينوز في روسيا وتجاوزت قوة انفجارها 58 ميجا تن وتجاوز ارتفاع الانفجار 67 كيلو متر وكانت دول المنبعث من الانفجار مرئياً على مسافة 1000 كيلو متر تفاصيل كتيرة ولكنها بتصب في نفس السؤال هل سيشهد العالم حرب عالمية تالتة بتوقيع قنبلة القيصر الروسية؟ تعليقات كتيرة على السوشيال ميديا والموضوع كان بيتطور بشكل كبير اخترنا بعض التعليقات منها مثلاً سعود سعود علق على ايكس وقال توصل قوة التدمير الى 900 كيلو متر المسافة جداً كبيرة ومخيفة وكمان كان في تعليق من نايف نايف الدوسري علق حط صورة للقنبلة قنبلة القيصر وقال عليها تعدي قنبلة القيصر أكبر القنابل النووية من حيث الوزن وقوة التدمير في التاريخ إذ بلغ وزنها 27 طن وكانت بطول 8 أمطار وقطر مترين وقوة تدمير 57 ألف ميجا طن أخيراً كان معنا عبد الرحمن وصف المشهد يعني الحالي بقول سيبقى العالم مهدداً